تحية الجمهور الكريم تحية الإخوان دينا في جميع ربوع المملكة وتحية الإخوان ديال الضربة تمنت أن يتومن للرياضة والثقافة تبارك الله عليكم اليوم الأحد كما كتشوفه الحمد لله تمت المقابلة بنجاح بين شباب أمن طنجا وكذلك اتحاد شباب تقضيش وكتل المقابلة يعني في المستوى وكنا في التوقيت الحمد لله الإخوان كم نجوا وجوا حتى المشجعين ديال منطقة أمن هنا حضروا معنا في الملعب هذا شفوا المستوى اللاعبين كاملين والحمد لله كنا عند حسن الضم ديال الجميع اللاعبين المستوى الحمد لله ليقل بدنيا في المستوى وكانت لقاء أول الحمد لله حاولونا نعملوا مباراة يوم الجمعة والأحد يعني بشكل أسبوعي والناس اللي عندهم كون جيل حد غاد يلعبوا الحد والناس اللي عندهم كون جيل جمعة غاد يلعبوا الجمعة وغاد حاولوا إن شاء الله الرحمن الرحيمنا نزيدون السعود الرقعة الرياضية ديالنا في طنجة هنا باش تكون كذلك واحد ندية للناس ديال الضرب ديالتاوما اللي ربما غاد يجيوا في الأقرب إن شاء الله معنا في اللقاء كوراوي كذلك تحية الجمهور والشباب ديال مدينة طنجة اللي كنتمي المنطقة أمن المنطقة تفروت يجي تريضوا معنا حتى وما يشجعوا اللاعبين ديالهم أولاد ديالهم يجيوا تشجلوا معنا يكونوا إن شاء الله ثلاثة ديال الفروق ديال الشبان ديال الفتيان وكذلك ديال الفئة العمرية الكبيرة إن شاء الله الرحمن الرحيم من هنا القدام ديكون خير ومستقبل زائر نادي المنطقة الكوراوية اللي هي الهدف ديالها جمع الشباب أمن تكون وقت اللحمة بين الأبناء ديال منطقة أمن نعرفوا بعضياتنا هنا الناس ديال أمن اللي كيني هنا نحاول إن شاء الله ندخلوه في المجال التقافي فيما بعد إن شاء الله الرحمن الرحيم وكذلك التأسيس الجمعية اللي غادي تهتم بعد المجال هذا هذا اللقاء في حداته هو واحد نهار كبير يجمع بي الإخوة والأول مرة يمكن نقوله بأنها كانت فكرة بدأت من ويلو والذي نشاهدها بدأت كتبلوان على أرض الواقع الحمد لله اسمي كان الهدف الآن كني يقاتوا هو ككل من دراري سنين قرأس نسوى أي توامل نسوى في ممتع الطان جامعة من الحمد لله إحنا أن الزيقظ فات الزيقظ كور توامل نسل قدام قدت بعمل حسناً وقا كنا بعض الصعوبات فتا تضعوا وقت نتعلم كنا حتى تحديد المعرفة بموء لكن مشكلة وأنا موبرئة الأولى Ingall بدأت أروح لهم الحمد لله موهما مشتبت أروح وكنت منهم إن شاء الله نعود اختراف إن شاء الله تعتبرت بشأن الأول ستسلكمتين نمو كريم ويستعلم وكوهما وخاصة هنا كنا نتفق بمعنى أننا دائماً الإنخيرات من أجل جلب للفئة العمرية الكبار وكذلك الفئة الصغار وكذلك صغار أقل من 15 سنة مهمة شيء مشكلة نحن نبدأ من البيبي الجنور ولكن سنة ثنة وإن شاء الله يكون خير من القدام إن شاء الله كانت منه يكون خير وكان مرونتين عن تيري الشباب كله الوامل باش مهمة أدقين أفوس غفوس سي محمد أقوزول طينا الرأي ديالو حول المقابلة الويد ديال الأولية اللي كانت بين اللاعبين دياله شباب أمن طنجة واتحاد تقضيش طنجة كذلك فضل مباراة ارتسامت ديالك سي أقوزول حول اللقاء وتساعدت ديال الشباب كيفاش كان تصوّط دياله أولاً كنشكروه كل الحاضرين بعدها والناس اللي كانوا وراء هاد الفكرة هادي ديال اللي كانوا نضيم هاد اللقاء التواصلي وكذلك انه يتدار واحد المباراة آآ كروية رغم أنها جت آآ في أقل من آآ آآ ستاو ثلاثين ساعة باش نكونوا بصورة حا وخاصةً كنشكروه لإخوان آآ ديال تحاد تقضيش اللي كان آآ ديجا عندهم آآ فارق مجموع واللي هو كذلك سهل آآ المأمورية أولاً ديال إجراء هاد اللقاء هادا وكما قلنا بأنه هو اللقاء في آآ حداته هو اللقاء تواصلي اللقاء تعارفي آآ فكرة أولية بالنسبة للناس اللي معنا في آآ في المجموعة ديال الشاباب أمن في طنجة واللي كنتمنوا أن الإخوان آآ كذلك أنهم آآ ينخرطوا آآ كاملين في هذا المشروع الرياضي آآ كيماشتوا الفئة ديال الكبار آآ ومن بعد غادي نديروا اللقاء أدخرة وكما عشرنا لهم هما غايتداروا آآ وتم الاختيار ما بين يوم الجمعة ويوم الاحد آآ لظروف عملية آآ ديال الإخوان آآ خاصة بالنسبة للفترة الليلية ما بين الثامنة والتاسعة ولا التاسعة والعشر الليلان حسب آآ توقيت المناسب بالنسبة للإخوان آآ اللي كيكونوا كيشتغل آآ ما كيشتغلوش يوم الجمعة وكما كتعرفو يوم الجمعة كان شوية ديال وقت آآ مضيق إذان اضطرنا أننا نقضوا هادآ آآ توقيت هذا بالنسبة ليوم الأحد كين الناس ليوم كذلك كيريحوا إذن باش نعطيه كذلك واحد الوقت للناس أنهم باش يعطيه الوقت نوليدتهم وكذلك النهار ديال راح ديالهم ففضلنا أن هذه اللقاءات كذلك التواصلية واللقاءات الودية تكون نهار لحد في الصباح وهدي يمكن نقول لها كما قلناها هي بداية أولية ونتمنوا أن كل شيء باش ينخرط فيها وتشجعوا وكذلك كمشتول مبادرة لكينت مدينة الضردة لقات واحد نجاح كبير وكين واحد تجاوب معها نتمنوا أن كذلك هاد اللقاءات هذي نخلطوا فيها وخاصة فيما يخص الفئة العمرية لباك تشوف الفرقات ديال تقضيشت تحل التقضيشت بنسبة الأقل من أقل من ثلاثين سنة لي كذلك تواجه فرق معين إذن هذه مبادرة تستحق التنويه إذن نتمنوا أن كذلك الشباب ديال منطقة ديال أمن كامل تدار واحد الفرقات واحد مجموعة اللي غايكون كذلك فرصة كي ما قلنا أن باش يتلقاهم على الإخوان ديالهم لف المدن ديال الداخل أو الإخوان ديالهم اللي كينا في المنطقة ديال الشمال وخاصة المدينة الطنجة سلمنصورة فإذن كنوجه رسالة كذلك الشباب طنجة اللي بقي ما لتحقوا شي بنا يلتحقوا يلعبوا فراء الحمد لله الشباب روح رياضية وفي المستوى عالي يعني ما كنش خوش هنا في اللاعب وكين واحد العاطاء متميز إن شاء الله جميعا من أجل الرياضة في أمن لحياء روح تواصلوا والأخوة بين الشباب ديال منطقة أمن إذن كان معكم أخوكم منصوري منطنجة وزامل صحفي ديالنا الرياضي سي محمد حقوزول عند اللاعبين عبداليو حبدالتوني كيفاش جاتك هاد المناسبة ديال الكوروية اللي جرتوا في هذا اللقاء ويدي وتلقيت مع الناس خرين وأول أجواء ديالك أنك خرشي كذلك مصابة يعني طريبة ديال المباراة ديال اليوم أنها عندك إصابة رغم ديالك أنك كملت المقابلة بسم الله الرحمن الرحيم كنشكروا سي أقوزول على تمريل الكلمة لنا وكنشكروا التقم التصوير اللي صهر على تصوير مجرية المباراة الحمد لله كبادرة أو كخطوة أولى أننا نجحنا ننظم المباراة يوم الأحد يكوننا تفقنا عليها تسيمنا اللي فاتت حيثش كان من الصعب التنظيم المباراة مع أقلة المتفاعل اللي كانوا مع أقلة الناس اللي كانوا الفكرة الجديدة عليهم وكن الحمد لله ما قدرنا نجمعه واحد النصيب واحد الدراري جئنا لعبنا عراقنا عادي يعني في حالاتش تكور مع أي وحي و لكن تلاقينا فيها الناس لها الناس لها الدور دينا تلاقينا فيها الناس لها الدور أخرين اللي هما تركو ديشت تعرفنا عليهم لعبنا معهم قصنا معهم وهدي بداية خير إن شاء الله باشتحنا نأسوا أحد الفريق دينا اللي هو يكون رسمي يكون عنده الكلمة إن شاء الله يتواجه في ملاعب كلها أسبوع إن شاء الله ونضحيه بالوقت دينا شويش مدم هي غير سعاد المقانة راه مع أخها هي قليلة فيها خير كسير فيها خير كسير التعلاق فيها التريد فيها تنشط فيها تلقى فيها النزل الدوار التعرف فيها مهم ما بلما أقولكم خير كسير ومجرد سعاد المقانة والسلام عليكم وشكرا توجد معنا سيحمد الرميم من تحت تقضيش فئة الكبار هذا اللقاء اللودي هذا اللقاء التعرفي اللقاء التواصلي أول مرة كيف نشتف السلام عليكم أحمد الرميم من فرق تحت تقضيش بالنسبة لقاء كان ممتع بالنسبة للكبار ولا بالنسبة لصغار لأن النتيجة الصالح دينا الحمد لله ومتمنى وخير إن شاء الله الرسالة ديالك الناس اللي غيكونوا غيتبعوا هد تصريح خاصة من الناس ديال منطقة تعمل اللي كان هناك توجدوا في مدينة الطنجة وخاصة تبارك الله أن المشروع الرياضي ديالك راح ناجح يحمي بع المئة بحكم التواجد فارقين لا فئة الكبار ولا هذا الفارق هذا الآن اللي كيواجه فارق آخر إذن شنية الرسالة ديالك لتخلص هذه الناس اللي كيستمعوني الرسالة هي الجدهاد إن شاء الله والدوام يعني اللقاءات خسوم يكونوا متواصلة وإن شاء الله يكون خير وبالنسبة للصالح الشباب صراحة الشباب يعني يستفدون الصغار ولا الكبار صراحة وتمنوا الخير الجميع هذا مكان شكرا أحد اللعبين ديال الاتحاد تقدشت لكذلك فارق ديال أقل من 30 سنة الاسم الكريم؟ ياسين إيسبوكر كيفاش أولا شتو الفكرة ديال الناس ديالكم ديال الدشار ديالكم اللي اخدو هاد المبادرة وأسوا فارق اللي كيمتلكم وكذلك انكم كتلعبو بي هي مبادرة مزيونة كنا كانت صادروا هاد نهار بفارق الصبر اللي كونا الفرقة ديال الاتحاد تقدش إذا فرحنا بزاف وهاد نهار لها أسطوري باش لعبنا فاد تيران مع الشباب أمل وبالنسبة لكم انتوما كشباب اللي بديتوا هاد الخطوة واش كانت خطوة سهلة صعيبها ضغية ضغية ان الناس اللي مكلفين بكم انكم سهلو لكم هاد المأمور ديال كدلك ديال ممارسة بالطبع كان شوية مسهلش ولكن الناس اللي معنا راها متفاهمين متفاعلين نعاونونا وكونوا فارقة في المستوى وكان لعبوا كل صيمانا وهذا شرف كبير لنا وانتيحات تقدش بنسبة لك الناس اللي كيستمعوا لنا دابا واللي هما من منطقة ديال أمن وخاصة الأباء ايش نكات الرسالة كتوليشها لهم بعد هاد المولود ديال تحاب تقدش وكذلك هاد الفكرة ديال الناس ديال شباب أمن انهم يبقاوا يلعبوه كل أسبوع على الأقل كان شجعوهم يشجعو أولادهم على الرياضة خصوصا كرة القدم اللي هي رياضة مزيونة كتعاون الشباب بأن باش يكونوا فارق وباش سويعاونوا الدوار ديالهم اذا كنشكرك على التلبيات ديال الدعوة ديالنا وكذلك على التوضيحات وكذلك على المعطيات اللي اعتدتها وبالمناسبة سلمانصوري كانش دوء الرسالة للأباء والأولياء انهم كذلك يساهموا انهم في انجاح متل هاد المشاريع هاده وكذلك يدفعوا ولداتهم انهم كذلك يجيوا يمارسوا وخاصة الفئة اللي ستجي مستقبلا اللي هي الفئة دية الأقل من 15 سنة شكرا كيتواجد معنا اسامة هاد الرهالة جاء انه كيتفرج من المرأة السياج ولكن الاشكال هو انه سمع الاخوان هناك يتحدثوا بالأمازيغية وكذلك انه طرح سؤال اسامة على سلامتك اللي هي الفئة دومية اشتكا ايت باه ايه بنصر هي الفئة على السياج وكذلك من الناس حت何حب انه انها حاسر ايه انها سنومت في الان ايه عنا اعنا ازاي فالخيار المحاول خلال الدولارات هم ما هي عشب الخير؟ نعم تبارك الله عليهم فارق مزيوان متواضح تبارك الله عليهم هل تعتبرت استخدامات كثيرة تفكرتهم لطفلين تروانين لم يكن سنتين لم يكن سنتين سنتينة لتلعب نعم 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 هل لاتستخدامتك؟ نعم 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 الرسالة الأخيرة اسامة هي واضحة بأن كرة القدم تجمع أكثر مما تفرق وهذه هي الرسالة التي نريد أن نصلها في الختام ديال هاد المتابعة ديال هاد اللقاء الوديل يجمع تحت تقضيش بشابه بأمل إذن شكرا لك أسامة رات الله يبارك فيك شكرا لك تلي إذن الإخوان الأخوات تبارك الله عليكم أم سياسة عيدة كان حيكم هنا ملعب منطقة الرهرة حي الرهرة إن شاء الله إلى فرصة مقبلة بحول الله وكان معكم أخكم منصوري سلمان مدينة طنجة أحد مؤسسين ديال الفكرة هذه الرياضية التقافية بمدينة طنجة تحياتي لكم اشتركوا في القناة